السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل بإذن الله تدريبات قصة الأيام في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل بإذن الله مع بعضينا تدريبات على قصة الأيام للصفة الثالث الثانوي معنا أول تدريب هو تطبيق على المقدمة بيقولي بتناول الجزء الأول من قصة الأيام احنا عرفنا قصة الأيام بتنقسم لجزئين جزء أول وجزء ثاني الجزء الأول ده بيشامل حياة الطفل وهو في القرية وفي فيتو الجزء الثاني دا شامل حياة الطفل لما كبر وبيه اصبح الصبي بلغ وراحل ازهر بالجزء الاول بيقول لي بيتناول مية معانا طفولة الكاتب والعوامل التي اثرت في حياتي ايو بيتناول فعلا كده تصوير رائع لحياة deathm 하나� لا في الجزء الثاني البيئة الشعبية تتحيد به لعن نقد اللاذية عن المناهج التي كان تدرس في الار quando czas دا الجزء الثاني يبقى طفولة الكاتب والعوامل التي اثرت به كتب طلع حسين الملامح الرئاسية لهذه الحياة الحافلة في كتاب الأيام بأجزاء كتاب الأيام ده كم جزء؟ خلناه في المقادمة أنه هو ثلاثة أجزاء يبقى ثلاثة أربعة غرط خمسة غرط ستة غرط الامتزاج والتلقي للكثير من قاعد الأجناس الأدبية في فن السيرة الذاتية يجعل منها فنانا يحتاج إلى كثير من بيقولي الامتزاج والتلقي للكثير من قاعد الأجناس الأدبية القاعد الأدبية في فن السيرة الذاتية يجعل منها فنانا يحتاج إلى كثير من الخبرة والتوازن يحتاج أيها فعلا للخبرة والتوازن الفنان الاختيار والترك يختار بعض الموضعات ويترك بعض الموضعات الدقة في المعالجة في اختيار الموضعات ويحبك القصة كأنها في شكل رواية يبقى كل ما صبق استفاد طاق حسين كثيرا من قراءته لأروع الأعمال العالمية في السيرة الذاتية خاصة في الأدب وطاق حسين سافر فين سافر فرنسا جامعة الصربون يبقى الأدب الفرنسي من كتاب السيرة الذاتية في الأدب العربي أسامة بن منقذ أي وهو فعلا كاتب كتاب في السيرة الذاتية الجاحذ هو كان قديب بس ما كتبش حاجة في السيرة الذاتية ابن تغري بوردي ما كتبش برضو حاجة في السيرة الذاتية المفضل الضبي ما كتبش برضو حاجة في السيرة الذاتية يبقى أسامة بن منقذ كلهم أدباء وكلهم علماء دول شكلت شكلت ليه الأيام مثاقا خاصا وجعلت قارئها العادي يحس أنه يستطيع أن يتغلب على نقاط ضعفه من ذلك في المخاطرات ولا التوجهات ولا الاعترافات ولا الاضطرابات لا من الاعترافات شكلت ليه الأيام مثاق خاصة وجعلت قارئها العادي يحس أنه يستطيع أن يتغلب على نقاط ضعفه بالاعترافات من دوافع المؤلفين إلى كتابة سيرهم الزاتية مجرد الحنين إلى الطفولة السعيدة دوافع المؤلفين لكتابة سيرهم الزاتية أيها دي حاجة من الدوافع مجرد الحنين إلى الطفولة السعيدة يكتب سيرته الزاتية الرغبة في تقديم مثال يحتذيه الشباب برضو يكتب سيره الزاتية عشان نرى الناس تحتذي مثلها مراجعة الذات والتاريخ صح برضو كل هذه دوافع يتخلي الكاتب يكتب سيرته الزاتية من معايير اختيار قصة الايام المعايير اللي اختراها لك ايه هي تعرف أنواة الحياة والثقافة التي سادت في مصر خلال النصف الاول من القرن الماضي صح هو عايز يعرفك أنواة الحياة والثقافة التي كانت تفيد في مصر في نصف القرن الماضي الوقوف على المؤثرات التي تركت في الأدب العربي الحديث أثرا يصعب محوه عشان يعرفك على بعض الأدب العربي الحديث الذي ترك بس مواضحة الاتصال بعمل أدبي الاتصال بعمل أدبي متميز له سمات أسلوبية فريدة تساعد في إنما زاده اللغوي برضو عشان ينمي عندك اللغة يبقى جميع من سبق صح وبالتوفيق بإذن الله